السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا مرحبا بكم معي من جديد على قناتكم البساطة مع عالم كريمة سعيدة بيلقياكم كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم أنتم في أتم الصحة والعافية الفيديو دياله إن شاء الله سنحضر معكم بريوش بريوش يجي رائع يجي طالع وكذلك يجي خفيف وكيجي قطني كيجي شيش كنتمنى هذا الفيديو إن شاء الله هنا الإعجاب ديالكم كنتمنى أنكم تجربوه لأنه صراحة يستحق التجربة لا تنسوش الاشتراك في القناة ولايك الفيديو ونتقلوا الفيديو باش نتعرفوا للمقادير وطريقة التحضير وفورجة ممتعة بالنسبة للمقادير عندي جوش كيسان ديال الحليب دافئ كذلك عندي ملعقة ونصف ديال الخميرة الفورية وعندي ساشي ديال سكر فانيليا وكاس إلا ربع ديال السكر حبيبات وبيضة ملعقة صغيرة ديال الملح ونخلط الكل جيدا ونخلط مزيان ونخلط مزيان حتى الدبولي الحبيب ديال السكر وكذلك الخاميرات تفاعل مع الخالط ونضيفنا جوش مع علقة ديال الزيت الزيت نباتية طبعا وكذلك ساشي ديال الخاميرات الحلويات الوزن 8 قرام ونخلط الكل جيدا ونضيف دقيق تدريجيا ونضيف الكاس الأول وكذلك الكاس الثاني به plus وكذلك الكاس الثالث وكذلك الكاس الأمور الكاس الرابع ونضيف كذلك الكأس الخامس ونضيف الكأس السادس بالنسبة للكيسان نضيف الكأس السادس ونضيف الكأس السادس نضيف الكأس السادس على حساب النوعية للتقيق وكذلك على حساب حجم البيضة اللي استعملنا نشوف القوام العجينة يعني العجينة اللي تلتسق في اليدين ونضيف لها المعلقة للزبدة ونحاول أن ندخل المعلقة للزبدة في العجينة كاملة لكم تشوفوا القوام العجينة نحاول أن ندهن العجينة وندهن الإناء اللي نحط فيها العجينة بالزيت نحاول أن نضغط على هذا الشكل باش تساعدنا على الاختيمار ونغطيها هنا ونخليها تخمر مدة ثلاثين دقيقة تقريبا بعد ما اختمرت العجينة وضع في الحجب ديالها كما تلاحظوا نحاول أنني هنا نرر لها ونقطعها على الشكل كوائرات قطعتها بالنسبة هنا قطعتها لسبعة ديال الكوائرات اللي يكونوا متساويين سبعة صغار ووحدة كبيرة كما تلاحظو معا في الصورة سبعة الحجم ديتهم صغير ووحدة خليتها كبيرة ندير هكا قريسات صغار راكم تشوفوا كما قلت لكم يعني حلق سبعة صغار والتام نادر تخليتها كبيرة رادي نجيب هنا يدلك نحاول انا نسرح الكويرة ديالي على شكل مستطيل كما قتلاحظوا في الصورة نحاول انا ندير فتوحات على هات الشكل ونجمحها كما قتلاحظوا يعني الصورة واضحة وطريقة سهلة جيد مبساطة نفس الشيء أنا ما فتحتهاش نفس الشيء ندير لها هاد الكويرة هادي وحاول انا نجمحها من الاطراف كما راحطوا باش ما تنحلي ياش من انتخمر وجبت هاد المول هادا اللي دنتو بزب دور الشيتو بالطقيق القطر ديالي طبعا 26 سنتيم نحاول انا نستفل العجينة ديالي على هات الشكل غادي نعود معكم الثانية نفس الطريقة كذلك غادي نسرحها على شكل مستطيل نحاول انا نقسمها على زوج باستعمال الجرارة وكذلك تستعملوا السيكين ونلفها على هات الشكل كذلك نجمع لها الجوانب ديالها يعني طريقة كما واضحة في الصورة طريقة يعني جد بسيطة بدون اي تعقيدات وغادي نستمر في نفس الكيفية حتى نسالي القويرة ديالي العجينة ديالي كاملين بعد ما ساليتم كما تلاحظو ستبتم في الملع على هات الشكل غادي نسرح للكويرة الكبيرة ديالي تايا غادي نسرحها على شكل مستطيل كما هو واضح في الصورة كما هو واضح في الصورة ما هو واضح في الصورة في وقد ندير فيها فتوحات على هات الشكل يعني الصورة واضحة نحاول كذلك اللف على هات الشكل نحاول أنني نجمع لها الأطراف نلفها كما تلاحظوا ونضحها هنا في وسط المول نحاول الآن نقضي بريوش ديالي كما تلاحظوا يعني طريقة جيد طريقة جيد سهلة ونغطيه هنا ونخليه يخمر غير نصف اختمار ونرجع معكم بعد ما كما تلاحظوا يعني خلينا اختامر يعني غير نصف نضحن هنا بياغورت أنا استعملت هنا ياغورت طبيعي وضفت لها القليل من السكر ونحاول أنني ندهن البريوش ديالي على هات الشكل ضفت لها السكر غير باش يعطي لي ذاك اللون يعني ذاك اللون الذهبي وغادي نخليه كذلك يكمل اختمار دياله نغطيه ونخليه يكمل اختمار دياله بعد ما اختمر لي البريوش ديالي كامل كما كتلاحظو وضعف الحجم دياله هادي ندخله هنا يا لفران اللي طبعا سخنته مقبل على درجة حرارة 180 نشعر عليها النار من التحت تهيح يبلي كي يحمر من الجواني بنهب طول تحت يحمر من الوجه دياله راكم تشوفوا بعد ما طاب ليها البريوش ديالي راكم تشوفوا الشكل النهائي دياله غالي نقلبه هنا يا فسحة التقديم وراكم تشوفوا كي جا صرحة جا طالع وجا خفيف غالي نحاول أنني ندهن هنا يا بالقليل من الناباش كذلك بكلكم تدهنه بلاب ورابا بعد ما دهنته قد نزينه هنا يا بالفول السوداني اللي حمرته بعد ما زينته راكم تشوفوا الشكل النهائي دياله صراحة الشكل كي جا رائع وكي جا قطني كما لاحظتم معي بصورة هادي نحاول أنا نقطع معكم بشوفوا الشكل دياله من الداخل لكن تشوفوا كي جا صراحة كي جا خفيف كانت من هذا الفيديو يعجبكم وإلى اللقاء مع فيديو آخر إن شاء الله ودمتم في رعاية الله